ازمة الدولار انتهت في مصر خطوات مصر للتحرر من الازمة الحالية مصر قلاص قالت باي باي للدولار سمعنا كتير عن خطة مجموعة البريكس للتخلص من الدولار ودلوقتي مصر رسميا اتخذت خطوة جريئة وافتعدت عن الدولار في التجارة ده مش بس كده مصر دلوقتي عضو في البريكس وهتشتغل مع ايران والسعودية والامارات واثيوبيا عشان يكبروا المجموعة وزارة الخارجية المصرية قالت اننا هنتحول للتجارة بالعملات الوطنية عشان نتخلص من الضغوط اللي علينا باستخدام العملة الصعبة السبب في القرار ده ان الاخضر بيبقى مشكلة كبيرة بسبب التغيرات في الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية والعقوبات الغربية وكمان الاقتصاد الغربي بيعاني من تحديات وديون كتير فالدول الناشئة في البريكس قررت انها تتجه للتجارة بالعملات الوطنية مصر بتحاول تبني نظام مالي عالمي جديد يكون اكثر تنوعا ومرونة وانت ابتعد عن الاخضر وهو خطوة مهمة في الاتجاه ده اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر والتحرر الاقتصادي ده مهم جدا للاقتصادات الناشئة او للدول النامية